حالة من الحزن تسود تويتر في السعودية وذلك بعد وفاة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن ميغرن نجل ولي العهد الأسبق ميغرن بن عبد العزيز وذلك بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقله هو وعدد من المسؤولين أثناء جولة تفقدية في محافظة عسير وبحسب مصدر أمني فإن الاتصال فقد أو فقد بالطائرة بعد ساعتين من إقلاعها ونعى الديوان الملكي السعودي الأمير منصور بن ميغرن وسيصلى عليه الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة الرياض اشتركوا في القناة 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 على تويتر ومن بعد انطلقت الكثير من الهاشتاغات اللي بتتحدث عن الأمير وعن مرافقيه وبتنعم كيف شفت تفاعل الناس على تويتر وكيف شفت تفاعل الناس حتى في عسير صحيح التغريدة الأولى هي أطلقت من حسابي في تويتر ما كنت أتمنى بصراحة هذا القبر مرجع يكون يعني ينسب إليه في التغريدة الأولى ولكن ولكن يعني التغريدة أتب في الوقت الذي وصلني فيه الخبر وهذا ما تعلمنا في العربية نتجرد من العواطف ونتجرد من كل شيء في سبيل أن نصل الخبر إلى الناس الخبر وصل عند الساعة العاشرة تماما الناس مجعي بشكل كبير لم أكن أتوقع ردة الفعل الكبيرة جدا والضخمة جدا أنتي رافقت هذا الخبر كنت أتوقع الناس لن يصدقوا هذا الخبر لكن الفاجعة كانت كبرى الأهالي هنا يحبون الأمير مصور بن مقرين وصل إلى أظهر قبل سبعة أشهر فقط الناس تحب الأمير متواضع ومثال للعمل ودعود دائما ومن المرات القليلة التي ترى الأمير يخرج في موكب كبير وموكب طويل الأمير دائما يتنقل بسيارة خاصة ربما أحيانا تجد في بعض المطاعم الموجودة في مدينة أظهر ولا يوجد معي حراسات ولكن دائما اللي يكونون قريبين من أفضل ففاجعتهم تكون أكبر وأعمل شكرا لك يا نايف كان معنا عبر سكايب من أبها مراسل العربي نايف الأحمر موسيقى